أجرت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي على 1769 مواطنا من مواطني قرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر مايو وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القوافل الطبية تقام شهر أو شهريا بقرى البحر الأحمر مشيرا إلى أنه تم إجراء عدد 471 فحصا معمليا و292 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وعقد 62 ندوة تثقيف صحية وعمل 65 قرار علاج على نفقة الدولة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية في ربوع المحافظة عن شهر مايو حوالي 8 قوافل العلاجية تم عمل فيها 1700 كشف تقريبا إجراءات معملية 471 وأشعة 178 حالة وتم الكشف المبكر على الأمراض المزمنة 92 حالة وانطلقت الندوات التثقيفية في القوافل الطبية عن طريق 62 ندوة و65 تقرير طبي في جميع العالمحافظة اشتركوا في القناة